خدت كم بطولة مع الاهلي خدت عشرة ايه اغلى بطولة افريكا طبعا افريكا الفين وتمانية دي كانت اغلى بطولة لان انا كنت مع الفرقة من من بعد البطولة اللي هي بتاعت الصفاكيس دي دي انا كنت رسه في الناشئين بعد البطولة دي كانت مع الفريق الاول حضرت الفين وسبع النجم السحلي في الكاهرة اللي اتغلبنا فيها في النهائي اللي هي كابتن عماد التراطية في المطش الاخير ده فطبعا كان نفسي ناخد البطولة ما ما خدناهاش خدناها في الفين وتمانية فدي طبعا كانت اغلى بطولة اكيد بالنسبة لي اه هروح بيك بالي اليوم الصعب يوم رحي لك عالنادي الاهلي اه اه ايه الاسباب بص عارف انا نمت وصحيت قلت لأ انا لازم امشي اه كان بقى لي فترة مع الكابتن حسين ما بالعبش ومش حاسس ان انا ممكن اخد فرصة انت باهم وكنت بدأت خلاص اصلا لما مستر مانو الفترة اللي كان موجود فيها كنت بدأت تلعب خلاص الامور بالنسبة لي بدأت تبقى كويسة جدا وبدأت تاخد مرشات كتير وخلاص بدأت تحس ان انت بقى ليك دور كبير وبدأت لعبك كبيرة زي ما بقولك الكابتن عماد نحاس ماشي من النادي جاله صليبي في صليبي فماشي السنة اللي هي اللي انا اللعبت فيها مع مستر مانو اللي بشكل كبير دي ومستر مانو ماشي فيها شادي محمد ميشي فبدأت الامور بالنسبة لك تبقى احسن برضو العيبة كبيرة بدأت تمشي من المكان فبدأ المكان يفضل شوية فلو بتلعب في السنة مثلا من الخمسين مارش عشرين مارش انت ممكن توصل لاربعين مارش فان تبقى اساسي بشكل كبير فحسيت ان الامور مع الكابتن حسن مش تبقى احسن حاجة سامير هو في المولين جاله عرضين من النادي الاهلي في عرض وصل والادارة ما يتلكش عليه وفي عرض تاني كان كلامه جس نبض ايه اللي حصل في العرضين دول وكانوا امتى؟ للأسف العرض الاولاني كان من تقريبا من تقريبا ممكن يكون من اربع سنين ايام الكابتن عودة الفضرة الاولى كنت ماشي بشكل كويس جدا وان باش ما تصعد لك ايكلم باش ما تصحه ما دعايد له وكل الحاجات دي ما كنتش عارف عنها حاجة وطلبوا ان ادفعنا ان انا رجع النادي وكان ساعتها الكابتن عودة رفض تماما وقال لهم لا انا مش مش هادر استغنى عن ساميري دلوقتي والامور اتقفلت وانا ما ما تبلغتش غير بعض الامور ما تقفلت وكابتن حتى عودة جي تكلم معي وقال لي حصل كذا كذا وانا معلش ما متزعلش مني عشان لو عرفت مبرا ما تقولش عليا ان انا يعني وقفت في طريقة كنا كنت محتاجة كوي وقفة ما متزعلش فانا قلت له كابتن بصراحة انا زعلها اكيد لازم ازعل انت الفرصة دي لما تجي لك اكيد مش هتكرر وده انا ديك فانت اكيد بتتمنى ان انت انت ماشي من النادي عشان تلعب فبتتمنى ان انت تلعب والناس تبدأ تكلم عليك كويس عشان ترجع تاني النادي هو ده الهدف بالنسبة لك بس وساعتها الموضوع اتقفل وقلت لكابتن عودة خلاص حصل خير وكده والمرة التانية كانت من يعني لسه الكلام ده من من قريب وبرضو حد حد قال لي ان انا تعرض اسمي من من المدير الفني وان فيه كلام ان هو الرجل ممكن يبقى عايزني وتقريبا حصل اختلاف في موضوع السن بالنسبة لجنة الكرة فا كانت من امتى بالزبط قريب قوي امتى لا الكلام ده لسه من قريب نتكلم في اسبوع مسلا ان انا حد يكلمني وقال لي ان مستر مسلماني تقريبا ان انا اعرض اسمي على لجنة الكرة لان هم محتاجين حد دلوقتي بشكل كبير وفهو هم يعني لجنة الكرة كلمت معنا سامير من ولادي النادي وكان موجود معنا وحد كويس وفنيا اكيد كويس وماشي بشكل كويس بس موضوع السن ممكن يبقى بالنسبة لنا احنا محتاجين حد يبقى صغير بحيس نوعيات فترة طويلة في النادي ليه رفضت الاندومني الزمالي كنت في المولي والله بص اه ورفضت رفض تام اه الموضوع انت عرفت ان الموضوع ده كان سري جدا بصراحة وما ما رأى يكاد يكون ما قولش لحد لان الحد اللي كلمني ده ما كانش عايزني اه اتكلم خالص لان حد كان من 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 الجهاز الفني وكان برضو حد اجنبي المدير الفني كان اجنبي وقال لي هو طالبك بالاسم فانت مين كان يعني عرفت كل حاجة ما عايبتش انا عايزك انت تو كان اه كان جروس عايته هو المدير الفني وكان معا حد اه في الجهاز مصري وهو كلمني وقال لي الراجل عايزك وكده فانت فانا قولت له امور هتبقى صعبة بصراحة وعملت وانت راحي لعادة نادي الزمالك قلت له قلت له قلت له نادي كبير واي حد يتمنى مش 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 كلام انشى يعني دي حقيقة فان اي حد اكيد لازم يتمنى ان هو يبقى موجود في نادي الزمالك نادي الزمالك كبير ومن اكبر لانديها في مصر وافريكيا بس الامور كانت بالنسبة لي ان كنتش حاضر استحمل موضوع انا محسوب عن نادي الزمالي وعايز افضل منتمن النادي يعني بس انا عرفت برضو كده ان انت كنت رايح في الطريق تقعد ودفت ورجعت ما قدرتش اه كان في قاعدة ما بيننا الحقيقة وانا اتكلمت برضو مع مع اهلي وكده وهم برضو يعني يعني هما ما كانوش حابين بصراحة انا عندي برضو والدي والديتي وعيلتي اغلبها كلها الهوية اشتركوا في القناة